موسيقى 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 مشاهدين الأعزاء طبط أوقاتكم ونستحبكم في هذه الجولة الجديدة لمنشط الصحافة ونستضيف خلالها المحلل السياسي فهد المسعود ورحب بك معنا أستاذ خير أهلا بك ومشاهدين نبدأ بأبرز العنوين المحلية بعد هذا الفصل موسيقى عناوين وأخبار صحفتنا المحلية لها صدارة وفي جولتنا نبدأها بهذا الخبر من صحيفة الشاهد التي كتبت أن صاحب السمو أمير البلاد يتفضل فيشمل برعايته وحضوره حفل ختام جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءته وتجويد تلاوته بدورتها التاسعة صباح اليوم على مصرح قصر بيان نبدأ معك أستاذ فهد بهذا الخبر ما الذي يعكسه اهتمام حضرة صاحب السمو بحضوره ورعايته لهذه الجائزة نعم لعلا من أهم ما تفخر به الكويت هو أن قيض الله سبحانه وتعالى حكاما لها يحبون القرآن الكريم ويهتمون به ويهتمون بأهل القرآن فبالتالي جاءت هذه المسابقة الدولية على العام التاسع على التوالي برعاية أبوية كريمة من حضرة صاحب السمو حفظ الله ورعاه لتعكس مدى اهتمام حكامها بالشباب المسلم لحمايته من أي أخطار أو فكار منحرفة وكذلك تطرف وارهاب ونبذل عنصرية لأن القرآن الكريم يعلمنا كثير من هذه الأحكام والقواعد الثابتة الأصيلة التي بفعله إلى العمل الإنساني وتمكن العلاقات الطيبة مع جميع دول العالم فلا شك هي مفخرة واحتزازنا جميعا بهذه المسابقة التي جاء كثير من الشباب يعني قصدوا الكويت المعروف عنها بالاعتدال ورسطية في منهجها للتنافس الشريف من أجل ليس فقط تعليم القرآن وحفظه وتلاوته بل كذلك إحكام التجويد والفقه الذي يمتد كذلك لفهم قواعد أصيلة من ما شك يحمي شباب مسلم من أي انحراف نعم في خبر آخر ننتقل فيه إلى صحيفة الصباح التي تناولت المباحثات الرسمية التي عقدت بين دولة الكويت وجمهورية كوت ديفوار ونشرت هذا المنشيط الأمير بحث مع أمير رئيس كوت ديفوار تعزيز العلاقات الثنائية عنوان آخر في صحيفة الجريدة ممثل الأمير يشارك في افتتاح مكتبة قطر الوطنية وننتقل إلى صحيفة القبس فقد كتبت أن سمو ولي العهد الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح حفظه الله غادر أمس أرض الوطن متوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة خاصة يتخللها إجراء بعض الفحوصات الطبية المعتادة أظن خبر آخر تطرقت إليه صحيفة الكويتية فقد أشارت إلى أن مجلس الأمة وافق في جلسته العادية أمس بإجماع أعضائه على مشروع قانون السجل التجاري في المداولة الثانية وأقرر إحالته إلى الحكومة كما أقر المداولة الثانية لتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي وشمول المتقاعدين من موظفي القطاع النفطي من عام 2010 وحتى عام 2017 بمكافأة نهاية الخدمة كاملة وإحالته إلى الحكومة أيضا الكويت طالب بمحاسبة مرتكبي جرائم العنف الجنسي خلال النزاعات هذا العنوان كتبته صحيفة الوسط نقلا عن كلمة دولة الكويت التي ألقاها المندوب الدائم السفير منصور الاعتبي في المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول العنف الجنسي خلال النزاعات أستاذ فهد الكويت في كل المحافل الدولية هي حريصة على التركيز على الموضوع الإنساني في هذه المرة يركز السفير الاعتبي على مرتكبي جرائم العنف الجنسي خلال النزاعات التي تهدد الأمن والسلم الدوليين فبالتالي كيف تعلق على ذلك؟ أكيد لا شك الكويت دابت في نشر العمل الإنساني في جميع إنحاء العالم برعاية أبويا كريمة ولا شك نفخر أن ندينا حضر صاحب سمه قائد العمل الإنساني في العالم كله فليس بغريب على الكويت أنها تساهم في المحافلة الدولية وتؤكد على ضرورة دعم العمل الإنساني ونبدل التطرف والعنف في كافة أنواع وصوره يعني كالعنف الجنسي والاعتداء اللا أخلاقي على البشرية بشكل عام وكذلك الكائنات الحية بشكل خاص في العالم كله لذلك تأتي هذه الكلمة من منطلق تعزيز وتأكيد على أهمية العمل الإنساني الذي يكون على المستوى الحكومي في الدولة الكويت وكذلك على المستوى الرسمي والشعبي والأهلي لدينا كثير من الأمثلة ومواقف وخير دليل على نشاط الجمعيات العمل الإنساني الخيري في الكويت واهتمام ودعم الحكومة لها في نشر الإنسانية في شتى أنحاء العالم هذه الكلمة لا شك إضافة جديدة لدورة الكويت في المحافلة الدولية وتثبيت على أن الكويت بالفعل بلد يرعى الإنسانية والعمل الإنساني في كل أنحاء العالم نعم في خبر آخر ننتقل فيه إلى صحيفة الراي وهذا المنشط هيئة أرياضة صادق على النظام الأساسي الجديد لاتحاد كرة القدم وتشكر لجنة التسوية هذا الخبر بعيد عن السياسة تناول كاكا محلات في الإفطار يؤدي في النهاية إلى إحساس شديد بالجوع أسفل هذا العنوان قالت صحيفة الأنباء أن الإفطار الجيد يجب أن يتألف بصورة أساسية من البروتين والكربوهيدرات ونقلت الأنباء عن فابيان كراف من معهد خدمة الصحة المهنية قوله أنه في الليل تحدث الكثير من عمليات تجديد الخلايا في الجسم لذلك في الصباح تكون مستويات الحمض الأميني منخفضة وأضاف أن التناول طعام غني بالبروتينات سوف يساعد في إعادة ضبط هذه المستويات بصورة أسرع ننتقل الآن مشاهدنا إلى الصحف الدولية والعالمية بعد هذا الفاصل مفتش الأسلحة الكيميائية يدخلون دوما العنوان في التايمز بريطانية التي تلفت أن وسائل الإعلام أو إعلام النظام السوري قالت أن مفتشي أسلحة تابعين للأمم المتحدة دخلوا مدينة دوما بريف دمشق حيث لقي ما لا يقل عن أربعين شخصا مصرعهم في هجوم كيميائي مشتبه به قبل عشرة أيام ولم تؤكد منظمة حضر الأسلحة الكيميائية أنها دخلت المنطقة تعلق التايمز التي تلفت أن المفتشين قد أبلغوا في البداية بموقع الهجوم الذي قتل أو قيل أنه قتل أكثر من أربعين مدنيا في السابع من أبريل نيسان لكن لم يتم تأمينه بعد ودفع ذلك إلى دعاءة بأن الجنود الروس وقوات النظام قاموا بتنظيف المنطقة قبل السماح للمفتشين بالدخول علما أن الكلورين وعامل الأعصاب السارين وهما المادتان التي يعتقد أنهما استخدمت في الهجوم غير ثابتتين مما يعني أن الأثار التي تتركها أو خلفها تتركها خلفها قد تتبخر بسرعة تلاحظ التايمز إذن حسب ما يقول الخبر بأن المفتشون دخلوا اليوم إلى دوما كان من المفترض دخولهم يوم الأربعاء الماضي لكن تذرع النظام السوري وحتى روسيا بأنهم لم يحصلوا بعد على تصريح من الأمم المتحدة وبأنهم غير قادرين على حمايتهم بسبب وجود جماعات إرهابية متواجدة في دوما إذن تحدثنا بداية عن طبيعة عمل هذه اللجنة حضر الأسلحة الكيموية طبعا لا شك جماعة حضر استخدام الأسلحة الكيموية أو الفريق العمل هذا يعني ليس بهم الأولى يقوم بها يعني قام بكثير من الوهام في شتى دول عالم يعني قريبا عند العراق كان له دور لذلك هناك شد وجذب بين فريقين فريق الروسي مع النظام السوري وفريق الأمريكي مع تحالف البريطاني والفرنسي على قرار الضربات التأديمية التي صارت من أمريكا أو فن ردا على استخدام النظام السوري الكيموية ضد الشعب في دوما هناك تطارف الأقوال فريق يقول نعم دخلوا الآن وفريق أخر أجل مثل ما تفضلت دخولهم حتى يعني يتم مسح أثار الكيموية أو الأسلحة كاملة التي استخدمت في منطقة دوما لذلك هناك تطارف الأقوال الآن دخول الفريق المفتشين الآن لنفترض أن ندخلوا الآن إلى المنطقة وسيقومون بواجبهم بجمع الأدلة التي قد يعني هناك أدلة تدين النظام السوري وممكن الجيش الروسي معاه في استخدام هذه الأسلحة ضد الشعب السوري العزل في دوما ولكن هناك كذلك أقوال أخرى تقول أنه مثل ما تفضلت الآن أنه ممكن هذه بعض الأسلحة كيموية سريعة تتبخر فبالتالي التأخير في الدخول أتاح الفرصة لنظام السوري فبالتالي السؤال هنا أستاذ فهد طالما أن المادتين غير ثابتتين نتحدث عن الكلورين وعن عامل العصاب السارين فبالتالي لماذا تتهم روسيا وحتى النظام السوري بأنها تريد إخفاء أثار هذه الأسلحة الكيموية أو المواد الكيموية حتى لا يتدان طبعا إذا كان هناك بالفعل في حال أنها غير ثابتة هي بشكل عام ربما تتبخر فإذا هي غير ثابتة لماذا يخفو الآثار؟ إذا كانت هناك بالفعل إخفاء للآثار حتى لدينا أسلحة الكيموية حسب التغارير العلمية التي نعرفها بأنها على أساس تكون موجودة في التراب في بعض المباني وحتى على أثار على البشر لمدة لا تقلع عن عشر تيام الضربة صارت بسبع عبريل واليوم نتكلم عن 17 عبريل و18 عبريل بالتالي نظام سوري أخر دخول فريق عمل المفتشين على حظر استخدام الأسلحة الكيموية حتى تزول هذه الأثار حتى لا يكون هناك أي إدانة مباشرة للنظام سوري وتورط في استخدام الأسلحة لكن في المقابل هناك إدعاة أمريكية بأنها بالفعل تم استخدام هذه الأسلحة ضد الشعب السوري فهناك فيه تضارف الأقوال طيب نظام أمريكا وروسيا وفرنسا وبريطانيا تستدل على استخدام السلحة الكيموية من خلال وسائل الإعلام العربية والعالمية وكذلك من خلال معلومات استخباراتية لكن لم تفصحنها أمريكا وتقول أن هذه طرع سرية تامة فبالتالي الآن يعتمد على المفتشيين ومدى مصداقية العمل المفتشيين في العثور على آثار في التراب في المباني على آثار الأجساد على مقابلته مع بعض المصابين وشهود العيان كل هذه الآن لكن هناك سيكون تصعيد تصعيد بالماسي إذا ثبت تورط وتقرير المفتشين ثبت تورط النظام السوري ونظام سوريا ينفي هذا الكلام وأمريكا تؤكد وبالتالي هناك سيكون تصعيد على مستوى مجلس الأمن في غضية استخدام الأسلحة في حال أنها ثبتت الشكوك بأنهم قاموا بإزالة هذه الأثار في صحيفة النيويورك تايمز تكشف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرفض عقوبات جديدة ضد روسيا متجاوزا مستشاريه والصحيفة تكتب تحت هذا العنوان تقول رفض الرئيس ترامب في الوقت الراهن على الأقل حزمة جديدة من العقوبات من المقرر فرضها على روسيا وهو تغيير في المسار أكد الانقسام بين الرئيس وفريقه للأمن القومي وكانت سفيرة الرئيس في الأمم المتحدة نيكي هالي قد أعلنت يوم الأحد الماضي أن الإدارة ستفرض عقوبات على الشركات الروسية التي يتبين أنها تساعد برنامج الأسلحة الكيميوية في سوريا وتم إدراج العقوبات على قائمة من الخيارات الحكومية الأخرى بعد غارة جوية بقيادة الولايات المتحدة على سوريا وانتقام ضد هجوم الغاز المشتبه به الذي قتل العشرات في الأسبوع السابق تكتب النيويورك تايمز في أيضا هذا الخبر يعني موقف الرئيس الأمريكي إلى أي مدى نستطيع أن نقول بأنه يعكس خلافات في المقاربة بينه وبين فريقه للأمن القومي نشك هذا واضح من التصريحات واضح هناك تصريح من منذوبة الولايات المتحدة الأمريكية في الممتحدة السفيرة وكذلك من السشارة الأمن القومي وخلاف ذلك تصريح دونالد ترامب الرئيس الأمريكي بأن لا يكون هناك إضافات طبعا في عقوبات سارية المفعول لكن لن يتم إضافة أي عقوبات إضافية جديدة على ما هو في السوق فبالتالي هذا التناقض في التصريح يدل أن هناك بالفعل في خلاف في خلاف جوهري داخل فريق المستشار القومي الأمني الأمريكي مع الرئيس الأمريكي وجهة نظر الرئيس الأمريكي قد تكون منذ نظره وهذا تحليل طبعا بأن قد تكون العقوبات الإضافية الآن قد تزيد أزمة فعلية وتصعيد فعلي وخطير من خلال ملف شرل أوسط لا يوجد أسلحة كيماوية في سوريا فبالتالي قد تكون وجهة نظرة بأنه يتريث الآن في عدم إصدار عقوبات إضافية حتى يرى نتائج وخاصة بعد الضربة الأمريكية على سوريا التي تسمعون الضربة التأديمية سيرجيكال سترايك فبالتالي يتريث الآن حتى ظهور النتائج النهائية من المفتشين لحضر استخدام الأسلحة الكيماوية ومن ثم بعد ذلك يتبين أن هناك تستحب الفعل روسيا عقوبات إضافية على خلاف ملفات كثيرة وترسبات سابقة أم يكتفي بهذه العقوبات الحالية عموما هي ليست المرة الأولى التي يقوم فيها دونالد ترامب باتخاذ قراراته وقراراته وضمها على تويتر ولا يعود إلى مستشاريه في إدارته منها موضوع انسحاب أمريكا من سوريا وأيضا الموضوع الآخر موضوع الضربة الأمريكية على سوريا كانت قبل أن يأخذ برأي القادة العسكريين سننتقل الآن مشاهدنا إلى لندن وينضم إلينا من هناك مراسلنا جمال شاهين أرحب بك معنا جمال صباح الخير أولا صباح النور جمال تفضل وأجمل لنا أبرز ما تناولته الصحف البريطانية لهذا اليوم الصحف البريطانية صادرة صباح اليوم وتركز في غالبيتها على التحديات التي تواجه رئيسة الوزراء البريطانية تريزامي وكذلك رئيس حزب العمال المعارض جيرمي كوربون والتحضيرات للقمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظره في كل الشمالية بعد الإعلال عن وجود اتصالات مبشرة بين الطرفين فما زالت رئيسة الوزراء البريطانية تريزامي توادي تحديات كبيرة في اليومين الماضيين بسبب مشاركتها في الهجوم السلاسي على سوريا إذا أن قادة الأحزاب الأمريكي دونالد ترامب لها لكنها ردت بأن الحرب في سوريا كانت من أدل مصلحة الأمن القوم البريطاني وهنا نطالع ما كتب في العديد من الصحف بأن الحرب لم تكن في مصلحة بريطانيا ولا في مصلحة الشعب السوري ونقرأ من صحيفة الجارديان أن الغارات التي لم تنهي قدرات النظام السوري على إنتاج الأسلحة الكيميائية أو مواصلة العمليات العسكرية التي يقوم بها وأن سكف العقوبات كان مخافضا وما زالت قدراتها على إنتاج الأسلحة الكيميائية عالية كما أن الغرب يهتم فقط بوقف القدرات الكيميائية للنظام أتح له قصف المدنيين بشكل مستمر على حساب السلام والمدنيين في سوريا صحيفة الجارديان تضيف أن بائسة التفتيشة التي بدأت عاملها اليوم في دومة تواجه تحديات كبيرة وتكشف أن النظام السوري هدد الأطباء في المستشفيات بعد من حديث عن استخدام أسلحة الكيميائية وذلك بالتزامن مع وصول البعثة أما صحيفة التايمز فتؤكد أن رئيسة الوزراء تريزا مي حصلت على الدعم الكامل من ما يقرب من 317 عضن لضرباتها العسكرية لكنها في ذات الوقت تتحدث عن حرب جديدة وحرب تشويش إلكترونية في سوريا ويبدأ أنها بدأت بالفعل فقبل يومين أعلنت تلفزيون السوري عن هجمات في حمص ثم عاد لأكد أن خطأ إلكترونيا في أجهزة الدفاع الجوي هو ما سبب هذا اللغة وهنا تؤكد صحيفة التايمز أن هناك إشارات في الإعلام الحكومي السوري عن احتمال توجيه الجيش نحو عمليات حرب إلكترونية كما تؤكد أن حرب قادمة بين إسرائيل وإيران على أرض سوريا استنقل الصحيفة عن مصادر إسرائيلية تهديد لإيران نحن جاهزون أن أضربكم في سوريا وترى الصحيفة أن الوضع التجه نحو المواجهة المبشرة بين الطرفين لا حرب بالوكالة كما كان من قبل من خلال حزب الله خصوصا بعد إعلان إسرائيل أن إيران أرسلت طائرة بدون طيار محملة بالمتفجرات وهو ما غير المعادلة وكذلك قيام الطيران الإسرائيلي بتوجيه ضربة مباشرة وهنا نطلع أن عدد من الصحف تتحدث كذلك أن إيران تستعد والحلس السوري يستعد لتوجيه ضربة انتقامية لإسرائيل نعم جمال أيضا فيما يتعلق من ناحية روسيا لندن تتهم اليوم موسكو بعرقلة دخول فريق حضر الأسلحة الكيموية إلى سوريا فيما يتعلق بهذه النقطة كيف تفاعلت الصحافة مع هذا الموضوع الصحافة تفاعلت مع هذا الموضوع وقالت أن النظام السوري وروسيا ربما قام بتدمير عملية أي أدلة على وجود استخدام أسلحة كيموية لكن صحيفة الطامز قالت أن الفريق التفتيش ربما لا يعصر على استخدام أسلحة كيموية وكذلك فإن صحيفة الطامز ونقلا عن ششية بريس تقول أن من استخدام الأسلحة كيموية ربما يكون جيش الإسلام وليس النظام السوري والحين قيام المهمة فريق التفتيش بمهمته فعلى الجميع أن ينتظر ليكتشف ما إذا كان السلاح الكولور والأسلحة كيموية استخدمت أم لا بالنسبة للصحافة والميديا فهذا الأمر بسيط لكن بالنسبة للخبراء من السهل اكتشاف أو تعقب أصار استخدام سلاح كيموية جمال شاهين مرسل تلفزيون دولة الكويت كنت معنا من لندن شكرا جزيلا لك مشاهدنا من شهد الصحافة مستمر بعد هذا الفصل في صحيفة الاندبندنت البريطانية تتوقف عند كلمة رئيس الفرنسي إمانويل ماكرون أمام البرلمان الأوروبي في استراسبورغ وتنقل عنه تشخيصه أن أوروبا في حالة حرب أهلية على خلفية الخلافات العميقة بين دول الاتحاد ماكرون حثى الدول الأعضاء على الوحدة والحفاظ على النموذج الفريد للاتحاد الأوروبي تلفت الاندبندنت التي تنسب إلى ماكرون قوله أن هناك سياق انقسام وشيك في الواقع داخل أوروبا وماكرون أكد لأعضاء البرلمان الأوروبي أن فرنسا ستسعد بزيادة مساهمتها في ميزانية الاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز السيادة على مستوى أوروبا ولكن يجب إلغاء الخصومات بين الدول الأعضاء أيضا هذا الخبر من نيوزويك الأمريكية لفروف يتهم الغرب بإبادة بالعقوبات وسط علاقات أسوأ من الحرب الباردة والعنوان في النيوزويك الأمريكية التي كتبت اتهم كبير الدبلوماسيين في روسيا الغرب بمحاولة إبادة جماعية بفرض عقوبات ضد روسيا في وقت تشهد فيه العلاقات المتوترة ما يشبه الحرب الباردة وقد فرضت الولايات المتحدة وحلفائها عقوبات ضد الحكومة الروسية والنخبة القريبة من الكراملينك عقوبة مما أدى إلى تضرر سوق الأسهم الروسية وتقليص قيمة الروبل وألقى لفروف باللوم على الغرب فيما وصفه بمعاقبة الشعب الروسي بأكمله تلفت النيوزويك هذا الخبر من صحيفة البايس الإسبانية التي نقرأ فيها هذا الخبر استنكرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة حملة عالمية للتجسس الإلكتروني بقيادة روسيا وقالت واشنطن ولندن إن الوكالات الحكومية والبناء التحتية الحيوية والشركات والأفراد هي أهداف لموسكو ننتقل مشاهدنا إلى مقال اليوم بعد هذا الفصل ليس بالكيمياء وحده يبادو السوريون تحت هذا العنوان تكتب سناء الجاك في صفحة الراي بجريدة النهار اللبنانية قامت الولايات المتحدة الأمريكية بضربتها التأذيبية على سوريا بمساعدة فرنسية وبريطانية ولم يحصل أي تغيير وإن كان همشيا في شأن المأساة التي تبيد السوريين من تابع جلسات مجلس الأمن لحظة كمية الإنشاء الخارج عن الموضوع الأساس وهو مبدأ قتل الشعب السوري ترى الكاتبة يبدو أن في هذه الجلسة تركيز على الأسلحة الكيموية المحرمة دوليا وكان القتل بوسائل أخرى حلال زلال لاعتراض على البراميل المتفجرة والصواريخ الروسية التي تحول المدنيين إلى ساحة تجارب لها ومعادلة القتل أو التهجير أيضا مقبولة شرط أن يبقى التهجير مقتصرا على دول الجوار ولا يشغل ببالى الدول الأوروبية بضربة ثلاثية أو من دونها لن تتوقف ألة القتل الممانعة للعدالة الدولية تعلق كاتبة المقال وأستاذ فهد باختصار موضوع القتل بالكيموي هو حرام لكن أنواع القتل الأخرى هو حلال زلال على الشعب السوري إضافة إلى التهجير ليس للدول الغربية وإنما للدول العربية أيضا هو حلال فبالتالي كيف تعلق على هذا المقال؟ نعم لا شك هذا المقال جيد يشخص الواقع الحالي في سوريا منذ اندراع الأزمة في 2011 بالفعل هذه إبادة تعتبر جماعية للشعب السوري العزل من خلال النظام السوري ومساندة الجيش الروسي وحتى الضربات التأديبية كما وصفت الكاتبة العدوان الثلاثة وضربات التأديبية لن تسمي للتغني من جوع لذلك بالفعل ما يعاني الشعب السوري اليوم معاناة كبيرة من قتل وتشريد وطرد من بلادهم ولا يحرمون من حق العيش ناهيك عن الأمور الإنسانية حتى وصل إلى درجة الافتقار إلى الأكل والشرب والتطبيب ونقص بالأدوية هذه أكلها مأسات إنسانية جدا جدا لا تقل عن المأسات الموجودة في بعض الدول العالم كالمجاعة وغيرها فبالتالي بالفعل اللي يحصل في سوريا ليس فقط القتل بالكيماوي لكنه قتل جميع أنواع وسائل القتل سواء أسلحة أو غير أسلحة والتعذيب والتنكيل وقطع الإمدادات كل هذه الأمور سنتقل الآن مشاهدنا للكاريكاتير بعد هذا الفصل والكاريكاتير خطرناه من صحيفة الوطن ولك التعليق وهذا طبعا عنوان مخابرة الإرهاب بالفعل الإرهاب يقصد المدني العزل ويترك الإرهاب الحقيقي بالفعل يعني يتجول ويسرح ويمرح في أرجاء الأرض إذن مشاهدنا بهذا الكاريكاتير وصلنا وإياكم لختم هذه الحلقة من منشط الصحافة أشكر ضيف المحلل السياسي فهدى المسعود على تواجده معنا وأشكركم على المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة